قال الجيش الأمريكي في ساعات متأخرة من أمس الأثنين أن طائرة هليكوبتر تعرضت لحادث في شمال شرق سوريا بعد أو يوم الأحد مما أدى إلى إصابة 22 عسكريا بجروح متفاوتة دون أن يذكر أي تفاصيل عن سبب الحادث أو مدى خطورة هذه الإصابات وأضافت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أنه تم إجلاء عشرة من العسكريين إلى منشآت رعاية متقدمة خارج المنطقة وأضحت القيادة المركزية أيضا التي تشرف على القوات الأمريكية في الشرق الأوسط أنه لم يتم الإبلاغ عن نيران معادية لكنها ذكرت أن تحقيقا يجري للوقوف على سبب هذا الحادث